التقى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي مع قائد القادة المركزية الأمريكية الفريق أول مايكل كاريلا تناول لقاء عددا من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشرك وسبل لتعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول مايكل كاريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا تناول اللقاء عددا من موضوعات الأمن الإقليمي ذات الاهتمام المشترك وسبل تعميق علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكل البلدين وأعرب القائد العام للقوات المسلحة عن اعتزازه بعلاقات الشراكة والتعاون الممتد بين القوات المسلحة لكل البلدين وتطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التعاون المشترك في المجالات العسكرية فيما أشاد قائد القيادة المركزية الأمريكية بالدور المحوري التي تقوم به الدولة المصرية في تحقيق الأمن والاستقرار والتوازن بالمنطقة مؤكدا على عمق علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكان الفريق أسامى عسكر رئيس أركاني حرب القوات المسلحة قد التقى الفريق أول مايكل كوريلا والوفد المرافق له وتناول اللقاء سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في مجالات التدريبات المشتركة وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكل البلدين حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة